أجل سنشئة الأجيال الصاعدة على محبة القرآن الكريم ومحبة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مجلس العلم المحلي لقلي مرحامنا على قيادة هذه الفئات من البنين والبنات للسير وفق منهجي الحكيم ومتزن يعتمد الحفظ والاستظهار القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة والإبداع في التعبير عما تم استظهاره بواسطة الطرق الفنية كالتعبير المسرحي والإنشاذي واليوم يقيم هذا الملتقى الثاني وهو موجه إلى الطفولة والشباب وقد كان من هموم المجلس العلمي أن يمد الجسور إلى هذه الفئات في المدارس وفي التانويات وفي الإعدادية ليقوم بتربيته الواجبة وهي تربية النشح على حفظ كتاب الله وعلى حفظ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما مخطط المجلس العلمي المحلي لرحمنا فيهدف الانفتاح على محيطه التربوي والتعليمي والاجتماعي وإدماج فئات الأطفال والشباب في الشأن الديني وتنشئتهم على تعليم الإسلام وتفعيل دورهم الإيجابي في بناء المجتمع وهو ما حبر عنه المجلس العلمي المحلي لرحمنا من خلال الفقرات المبرمجة في هذا الملتقى من قراءة فرضية وجماعية للأطفال ومسابقات في السيرة النبوية وفي تجويد القرآن الكريم وأمداح نبوية من أداء أطفال المدارس التعليمية طفولة الشباب بمعناها العمر أو بمعنى الزمن هي سنوات الغرس بمعنى أن هذه اللقاءات تستهدف هذه الفئة وتحاول أن تغرس فيها مجموعة من القيم الدينية الرصينة حتى يطلع هذا الشاب وهذا الفتاة مهذبا ونجيبا وعارفا بقيم دينه وبقيم تاريخه وبقيم وطنه مادة السيرة لا يخفى الأهمية هذه المادة وما يحوج الناس اليوم لدراسة هذه السيرة بما فيها من أخلاق وما تعلمه من قيام إنسانية ما تحتوي عليه من التساموح ودواء إلى السلم وإلى التجانوس وإلى التفاهم بين الناس والتأذر بينهم بصرف النظار عن معتقدتهم وديانتهم ومشاربهم وأفكارهم الناس السواسية فعليهم أن يتعاون وهذا ما نحتاج إليه في هذا الوقت الحاضر يختتم المتقى الثاني القرآن الكريم والسيرة النبوية لإقليم رحمنا بتكريم العديد من القيمنا الدينيين والأطفال المتفوقين في المصابقات وفي التجويد وفي السيرة النبوية في إطار انفتاحه على محيطه وبمناسبة عيد الأم نظم المجلس العلمي المحلي لمراكش محاضرة بعنوان الأمومة وإكراهات العصر وذلك تحت شعار الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق وذلك بمقر المجلس المحاضرة حضرها الزمير يوسف الملكي رفقة خالد قزلي جاء الافتتاح بأيات بينات من ذكر الحكيم ثم كلمة رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش الذي عبر فيها انساءادته بسنظيم خلية المرأة وقضايا الأسرة لهذا اليوم الدراسي حول الأمومة وهي مناسبة لاتدارس بعض القضايا والإكراهات المتعلقة بهذا الموضوع